لم يمنع التدهور الأمني في اليمن خول من حضور جلسات المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن من أجل نقل معاناة أقرانها الذين يشكلون 60% من عدد السكان والذين يعانون من المعارك المستمرة والاقتتال في اليمن نحن تقريبا 60% من عدد السكان هم شباب فهم الذين يقاتلوا وهم الذين يقتلوا التأثير اللي صار الآن أن الشباب في اليمن لم يعدوا المدارس مقفلة الجامعات مقفلة في كثير من اللي نزحوا وهربوا من أماكنهم محاربة الفكر المتطرف واستغلال داعش مئات الشبان هي أولى كلمات ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله راعي المنتدى والذي لفت الانتباه إلى ضرورة حشد الشبان وإعطائهم دورا في نبذ خطاب الكراهية وإرشادهم إلى استخدام كافة الوسائل لتنمية وبناء مجتمعاتهم القاعدة وداعش كلهم استغلوا الشباب وطاقاتهم أما حال الوقت لنسخر تلك المعادلة في صناعة السلام لبناء أجيال قوية لا تتأثر بشعارات ذوي الأجندات أيا كانت وحقيقة هذه المبادرة على أهميتها لكن أنا أعتقد أنها ما زال جاءت متأخرة ومطلوب لدينا اليوم في المجتمع الدولي على جميع الصور أن يتحمل جميع مسؤولياتهم بأن ينقلوا العمل الآن من خلال قضايا بناء السلام ومكافة التطرف والإرهاب إلى شراكة حقيقية مع الشباب الشباب يعاني من تحديات مركبة اليوم من غياب فرص من نسبة طالة مرتفعة تعليم غير لائق ومشاكل صحية وزير الخارجية الأمريكية جون كيري شارك في المنتدى برسالة مسجلة ودع الشبان المشاركين إلى العمل لحل النزاعات ومكافحة التطرف وإيجاد أرضية مشتركة للعمل والحوار وزير الخارجية جون كيري طلب من الشبان تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الكبار فهم يملكون الصبر والرؤية والطاقة وعند رؤية المجتمعين اليوم ترى قدراتهم لتحقيق التغيير الحقيقي أكثر من خمسمائة مشارك من كافة أنحاء العالم اتفقوا على إطلاق مبادرة عمان حول الشباب لتكون قاعدة للعمل المشترك في المرحلة المقبلة في حربهم على التطرف والإرهاب الفكري تحديات عديدة تواجه الشباب العربي تحديات يسعى مؤتمرون هنا لتذليلها من خلال رفع التوصيات والمقترحات لمجلس الأمن في الفترة المقبلة واعتمادها كآلية جديدة لمحاربة الأفكار المتطرفة حيدر العبدالي الحرة من محافظة مأدبة